بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد الرحمن الرحيم عمل وسيل جدا تزيد به نورك يوم القيامة بل وتزيد به ما ساقك في الجنة أبو رايسين أبو رايسين كان عندما يتوضأ كان لا يكتفي بغسل قدميه بل كان يغسل ساقه إلى الرجبة فكانت فكرة الناس تتعجب من التابعين يقولون له لما تفعل ذلك قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنكم ستأتون علي يوم القيامة غرى المحجلين من أثر الودوء فمن استطاع منكم أن يطيل غراته فليفعل وأنا أريد أن أطيل غراته يوم القيامة فكان رضي الله عنه يتوضأ في يخسل ساقه كلها إلى الرجبة بمعنى أن الساق لا ستنور يوم القيامة لا عليكم الإنسان يلقى رب العميس سبحانه وتعالى ويكون وقفا في أرض المحشر والساق اللي لم نوره بشيء سيكون أفضل وإنك إذا غسلت الزراع ولم تكتفي بغسل الزراع إلى المرفق بل غسلت إلى الكتف ده في حديث كمان أكثر وجمالا من ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة مبلغ الوضوء تبلغ الحلية يوم القيامة مبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء فلو ما قاله ويكسل المؤمن في الجنة أساور من ذهب وفضة على قدر اللوضوء فلو أنت بتغسل الزراع إلى المرفق فقط إذا المنطقة دي كلها تغطى بالأساور لو غسلت الزراع كله كل المنطقة دي مش بس الزراع لكله حينوه ده لما حتخش في الجنة كلها المصاق يصل إلى الكتف ببدل من الحت المصاق يبقى لغاية هنا مش بس يبقى لغاية هنا ما إذا طبعا عمل يسير جدا يعني ربما نحن الآن في فصل الشتاء لكن في فصل الصيف يعني الآن يمكن ربما يتعذر ذلك لكن في فصل الصيف الأمر يسير جدا تخسر الرقبة لأن الرقبة تضيء يوم القيام يبقى ما تكتفيش بقى بغسل المرفق بس يخسر الزراع كله يقدر تخسر السق يخسر السق لغاية الرقبة كما كان يفعل سيده أبو هرير رضي الله عنه الرقبة الزراع الساق عمل يسير تضيء به النور وتسيء بالمصاق في الجنة يريد كلنا نطبق هذا الحديث أقولوا قولي هذا استغفر الله لكم تشويش تقفل الجرس والشرق هنا لسناكم كل جديد ونساعدون على شواء السلام ويقولوا قولي هذا استغفر الله